حكم الراشي المضطر ولم يدفع وقف العمل الراشي لا نسميه حينئذ الرشوة الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق فأنت مضطر حقك محجوب المشكلة هذه ترد علينا كثيرا اسماعي عبد الرحمن واليسماء المتابعون رجل مدين لرجل بمائة ألف جنيه مائة ألف كان مدين له هو أراد أن يقاه في الحر كان مدين للمبلغ المكتون فرفع عليه قضية بالوصل الذي هو 200 ألف لأنه ما معه هو وصل 100 فلما رفع له الوصل رفع عليه قضية الوصل 200 ألف دايما معنى هذه المسلم رفع عليه الوصل قال اللي قد لا نمان عليه 200 ألف وأقسم ما عليه 200 ألف وعليه في الحقيقة كم فطلب لماذا لليمين عرضوا الذي معه الوصل للمدين عفوا للدائن عرضوا الدائن عرضوا الدائن لليمين واضح إن قال في يمينه قال أنا أخذت مئة ألف وعليه مئة أبطل الوصل راحت عليه المعتب وإن كذا أخذ المئتين لكن يقول أنا سأرد له المئة فماذا يفعل هو الآن بين أمرين ضياء أمواله واليمين الكاذب ضياء أمواله واليمين الكاذب هو بيقول أنا لن أبني على اليمين الكاذبة أي ضرر بالآخر سأخذ حقي فقط سأخذ حقي فقط لكن يبقى حق الله سبحانه وهو أنه امتهن اسم الله يعني ما وقر اسم الله ما وقر اسم الله فنحن بين مفسدتين حق الرجل سيضيه تماما والنبينا عن إضاءة المال وحق الله لأنك امتهنت حلفت باسمه كاذبا فماذا نصنع نحن الآن في مفسدتان مفسدتان وأخذوا عليك فما الحل في هذا الباب ما الحل في هذا الباب نقول في هذا مثل هذا الموطن والله تعالى أعلم لابد أن تقع في مفسدها مفسدت ضاع مالك أو مفسدت وقد تكون هذه الأموال أيتام أحيانا قد تكون أموال أيتام وأنت تشغلها لهم أو تعمل أي طريق فأنت بين المسأل في هذه الحال إن حلفت ضاع كذبت وإن لم تحذف ضاع المال فأحيانا كفتوى اجتهادية ليست فتوى بالنص النص أن نقول الحق النص أن نقول الحق بالضبط ما فيه النقاش في هذا لأنني نقول الحق لكن قال الشخص أنا لا أتحمل ضاع أموال الناس التي معسوا أزقا فيأتي بعض الناس ويقول لندنا قواعد عظيمة في الشريعة إذا سلكنا مسلك هذه القواعد في الشريعة إذا تزحمت علينا المفاسد اخترنا أخفها فبعضهم يقولون إذا كان المبلغ خفيفا متحملا الذي سيضيع تحمل لوجه الله ولا تذكر اسم الله في باطل أبدا وهي كان المبلغ فوق طاقتك وستحبس أنت ستحبس أنت إذا ضاع منك هذا المبلغ فستكون ضرورة والذي أباح كلمة الكفر عند الاضطرار هو الله ومن ثم ما دون كلمة الكفر والله أعلم ترجمة نانسي قنقر